السلام عليكم ورحمة الله أنا محمد علي وده فيديو جديد هنتعرف على كيفية إضافة اللغة العربية لتلفزيونات سامسونج الحديثة والجديدة لو عندك تلفزيون سامسونج وغير متوفر اللغة العربية داخل اللغات إزاي تقدر تضيف اللغة العربية للتلفزيون مثلا التلفزيون اللي موجود معنا بالشرح هو تلفزيون سامسونج الجديد والحديث موديل 2023 سامسونج سي يو 8000 من داخل اللغات هنلاقي إن اللغات المتوفرة لا يوجد من ضمنها اللغة العربية فاللغات الموجودة عندي البورتغالي عندي الأسباني الإنجليزي الفرنساوي الإيطالي الألماني دي اللغات المتاحة ولا يوجد اللغة العربية داخل اللغات هنعرف من خلال الشرح والخطوات السهلة والبسيطة إزاي نقدر نضيف اللغة العربية لتلفزيونات سامسونج بالطريقة بتنطبق على كل موديلات سامسونج سواء موديلات الحديثة والجديدة أو تلفزيونات سامسونج القديمة وتلفزيونات سامسونج السمارت أو تلفزيونات سامسونج العادية فالطريقة بتنطبق على كل تلفزيونات سامسونج ما تنساش الاشتراك معانا في القناة والاعجاب بالفيديو ولو عندك اي سؤال اكتبه لنا في التعليقات وان شاء الله هنجاوب عليه في البداية قبل تمفيز الخطوات يجب توضيح بعض الامور اولا لاضافة اللغة العربية لتلفزيون سامسونج يجب الدخول في القائمة السرية للجهاز ثانيا الدخول في القائمة السرية للجهاز بيبقى عن طريق استخدام رموت سامسونج العادي او التقليدي زي الرموت اللي موجود معانا ده وده متوفر في الاسواق ومتوفر على امازون وسعره حوالي اثنين دولار لان رموت سامسونج اللي سمارت اللي بيجي مع الجهاز لا يمكن استخدامه للدخول في القائمة السرية او عن طريق استخدام الهاتف ولازم يكون الهاتف اللي موجود بيدعم ال I-R وللدخول في القائمة السرية هسيب لك اسفل الوصف رابط فيديو بالشرح الامر الثالث انه يجب الحظر عند الدخول في القائمة السرية لتلفزيون سامسونج لان القائمة السرية مليانة بعدد كبير من الاعدادات المختلفة وتغيير اي من الاعدادات بدون معرفة او بشكل عشوائي ممكن يتسبب في مشكلة للجهاز فيجب اتباع الخطوات الموجودة في الشرح هنبدأ الخطوات للدخول في القائمة السرية عن طريق الرموت العادي او التقليدي بنقفل التلفزيون على وضع ستاند باي وبنضغط من الرموت على الازرار Info Menu Mute Power الخطوات مرة تانية والتلفزيون مقفولة على وضع ستاند باي بنضغط Info Menu Mute Power واحيانا زرار Menu بيبقى موجود هنا ومكتوب عليه Settings يبقى إما Menu او Settings Info Settings Mute Power هنبدأ ننفذ الخطوات بنقفل التلفزيون على وضع ستاند باي وهنبدأ نضغط من الرموت Info Menu Mute Power هتفتح معي القائمة السرية وبننتظر بعض ثواني قبل ما ننفذ الخطوات وبنستخدم من الرموت الأسهم فوق وتحت ويمين وشمال وسلكت في النص علشان نتنقل بين الاعدادات المختلفة ونغير داخل الاعدادات أول خطوة معانا هندخل في أول اعداد اللي موجود في القائمة Option بنضغط Select من الرموت ثم نذهب إلى الاعداد رقم 10 في القائمة MRT Option ونضغط Select من الرموت ثم نذهب إلى الاعداد رقم 2 في القائمة Language Set ونضغط Select هلاقي إن موجود عندي Language Set على EU هنبدأ من الأسهم يمين وشمال نقلب في الاختيارات الموجودة لغاية ما نوصل إلى In Africa بنبدأ نقلب هنوصل لغاية In Africa وممكن نختار اختيار تاني Middle Asia إما اختيار Middle Asia أو اختيار In Africa ثم نضغط على زرار Return من الرموت ثم نذهب إلى الاعداد رقم 4 BNB Language ونضغط Select ونبدأ نغير من الأسهم اللي موجودة عندي في الرموت نغاية ما نختار ARA BNB Language نختار ARA ثم نضغط على زرار Return من الرموت أصبح الاعدادات اللي موجودة عندي Language Set موجودة على In Africa وبNB Language على ARA كل اللي هعمله بعد كده إن أنا بقفل التلفزيون من زرار الباور من الرموت ونبدأ نشغله مرة تانية بنقفل ونشغل التلفزيون مرة تانية أصبح اللغة اللي موجودة عندي هي اللغة العربية من الرموت السمارت بنضغط يمين ونذهب إلى الإعدادات بنضغط Select نضغط Select على كل الإعدادات بتظهر معايا كل الإعدادات نذهب إلى عام والخصوصية ونضغط Select بنذهب إلى مدير النظام نضغط Select نذهب إلى اللغة نضغط Select ونجد هلاقي اللغة العربية وأصبح جميع اللغات متوفرة على تلفزيون سامسونج الإنجليزية والفرنسية والعربية وعندي الألمانية والتركي والأسباني والإيطالي كل اللغات هتلاقيها موجودة عندك أنا أقدر أن أغير اللغة من اللغة العربية واختار الأمجليزية أو أختار أي لغة آخر زي الألماني أو الأسباني وأقدر أن أرجع الآخر تانى للغة العربية من خلال مدير النظام والدخول في اللغة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته